احنا كده خلصنا نستمعها. احنا كده خلصنا احنا كده خلصنا بتاع الشيدر. اه انتو عارفين اه ميزة ان احنا ناخد ناخد خطوة زي دي او او احنا نعمل الشيدر القول بالطريقة دي. ان احنا يبقى عندنا او نبقى شايفين او نبقى حاكمين من الاول هي انهي مناطق اللي هتبقى فيها انهي مناطق اللي هيبقى فيها بتاع متغير. اه انهي مناطق اللي هتبقى كل الكلام ده احنا حكمنا عليه من دي فالموضوع سهل علينا كتير جدا 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 جدا. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا على الكلار. تعالوا بقى نشوف هنشتغل على ازاي? يمكن اه كده انا تقريبا اول حد عملت الحركة دي ان انا خلت ده بزيرو. اللي هو الفرنل. تمام? اه معنا ان انا خليته بزيرو ان انا عملت دي كده. جميل? طبعا لو انا خليته كده. خليته مسلا عشرين. هتلاقوه المنظر ده. فانت هتقول لي طب ما يعني ما الفرنل احسن. على فكرة الفرنل تمام. اه دنيا زي الفل وما فيش اي مشكلة فيه خالص. بس هي عادة عندي من طالما وانا هثبت لكم ان ده ده الفرنل ده. لو احنا تحكمنا في بشيدر الفرنل ده ولا هيبقى له اي لازمة ولا له اي تأثير وهيجي عند رقم وهيتعمل له بس هي عادة عندي من في في راي في الماكس لو احنا حطينا في لو احنا حطينا ماب بنلغي الفرنل لان في الحالة دي انت بتكنترول ال اي و ار وبتكنترول وبتكنترول كمان الكلر عن طريق الماب دي. اما لو انت بتشتغل على متل من غير ما تتحكم فيه بماب فاشتغل بالفرنل زي ما انت عايز. ممكن تشتغل بالتنين مع بعض. تمام? بس مش فزيكا ليه. وده يعني لو حد حابب يرجع في الحتة دي يعني انا ما لقيتش في الارنلد بيقول للمعلومة دي. اه قد يكون على برنامج تاني غير سينما. اه حد قالها. لكن عايز ترجع في الحتة دي تحديدا ارجع لكورس اه في اه من موقع اه اه ماسترنج اه سي جي اي ماستر. تمام? او ماسترنج سي جي اي. اه كورس جامد جدا. وبصراحة ربنا يعني بيتكلم من ناحية الفيزيائية قوي. يعني هي الحاجة تتعامل ازاي? يمكن انا ممكن بشرح ارنلد من فهمي للفي راي. فانا هشتغل بنفس طريقتي. بغض النظر عن مين بيشتغل بطريقة مختلفة لكن هي دي الطريقة اللي وصلتني لآآ نتيجة قوي عن طرق تانية. طيب دلوقتي احنا اشتغل او هنشتغل هنبدأ نشتغل على منطقيا احنا لو قفنا دي كده. انا اللي انا محتاجه ان في المناطق دي هيبقى بتاعه قليل. وفي بقية المناطق هيبقى بتاعه قوي. تمام? ده كده خلينا متفقين على حاجة زي دي. دي نقطة. النقطة التانية. مفترض او اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعمل في النص او في النص يبقى آآ قوي وعلى وعلى الاطراف يبقى انا اسف انا في النص ما تبقاش قوية قوي وتبقى على الاطراف قوية قوي. معنى كده ان هنا تبقى وليلة شوية وانت طالع لبرة تبقى او تبقى زيادة. معنى كده ان انا عايز اعمل حاجة شبه طيب الاول تعالوا نشوف بعد كده نشوف هنطلع دي آآ بالشكل ده آآ ازاي. بما اني قلت ان مرتبط برضو بالمناطق دي فخلينا نطلع ده لواحد. وناخد اللير دي اولا اللير دي انا مش عارف نسميه دي الدف آآ الدف كالر. آآ خليني بس هكبرها كده عشان تبقى تبقى باينة. دي الديفيوز كالر. جميل. هناخد دي كنترول وهسحبها كده. كنترول وهسحبها كده بحيزة اعمل دي دي هسميها سترينجز يعني. تمام? دي هناخد برضو دول. تمام? هناخد دول. بس مش هناخد دي. ليه? دي دي كان الكالر. طب انا مش عايز كالر دلوقتي. انا دلوقتي بشتغل على سترينجز. انا مش بشتغل على الكالر. فانا هاخد هاخد دي. انا هاخد من اول دي. او تحديدا خلونا ايه? نخليها فانا هاخد دي كده بعيد شوية. تمام? جميل. هاخد دول. آآ في واحدة كمان انا مش هاخدها اللي هي دي. اللي ايه? انا مش عايزها. دي دي بتاعها كان سطل قوي. يعني كان حاجة كده آآ قليلة قوي. تمام? دي نفس القصة عشان انا هاخد من هنا. آآ دي نفس الموضوع. يبقى انا كده فصلت الامجز لان الامجز دي هتنزل على رام بفلوتس تانية. طيب. ناخد الامج الاولانية. وبما اني قلت هحط رام بفلوتس تانية فانا هعمل كنترول تاب. وهحط رام بفلوت. على فكرة هحتاج منهم اكتر اه اكتر من نود. فهنخلي واحدة قدام واحدة تانية قدام واحدة تالتة قدام واحدة تالتة او اربع ليرات لان فيه اتنين مش اخدهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? هم اربع ليرات. لان بتاعة النويز مش اخدها. وبتاعة الميكس مش اخدها. طب جميل. نيجي الاولانية. زي ما هي كده. هقوم سحبها حاططها على الياسي دي. طيب. تم هقوم سحبها هنا. كده. حاططها هنا على الرام بفلوت في الامبوت. وهاخد. هاخد دي. وعلى فكرة هي هتروح بنفس البلند مودز. طمام? يعني هي هتروح بنفس البلند مودز. لو جينا نبص هنلاقي ان دي اه كانت مالتيبلاي مالتيبلاي اخر اخر اه هما كلهم مالتيبلاي ما كانش مش يبقى في حاجة اه بحاجة تانية. تمام بس الاول الاول قبل اي حاجة الاول. كنترول اس. ونفتح الاوتبوت. انا كنت ظابطه الف امتين وتمانين عشان بس الرندر في سبعمائة وعشرين. تمام وخليه هنا. كده عشان حتى لو دي دارت يبقى الدنيا معانا كويسة. جميل. تعاوا كده نشوف دي ظروفها ايه? لو احنا اه اوبس لو احنا حطينا دي على طول على هنا. هتبقى ظروفها بالشكل ده كده. تمام? هنا مش هيبقى فيه لكن هنا هتبقى الدنيا تمام? ازا لو احنا خدنا على طول اللير دي وحطناه هنا نروح على وناخد دي نحطها هنا كده. تمام? طبعا تقول لي هم قفلة كده ليه? لان ببساطة خلي بالك ان فيه هنا اسود. فكل الليرات دي يعني احنا عملنا كده كده. تمام? اه مش عايز خمسة ولا عايز ستة ولا تمام? كل الكلام دي مش عايزه بقت بالمنظر. تمام? حلو? بقت بالشكل ده كده. دي كده اللير الاولانية. خلاص? طبعا يخف عن كده اكيد هيخف عن كده. فانا هيخد دي واخدها لتحت. صنة بسيطة عشان مش عايز يبقى فيه كونترست عالي. تمام? خصوصا خصوصا في الاولانية. خدتوا بالكوا بقى الفرنيل ماليوش لازمة هنا ليه? تمام? اهو ده كان هيجيلي من الفرنيل. تمام? بس انا هنا مش عايز الفرنيل او او مش عايز اللير الاولانية دي تبقى ريفليكتف اوي لان لسه هضيف فوقها حاجات هتديني اللي انا عايزة. وافتكر النتيجة دي اكتر من ما كنا بنشتغل بالفرنيل. ده كده اول واحدة. طب تعالوا نشوف الشيدر بقى كله على بعضه. لو احنا حطينا ده كده. ده كده الاولاني. اه ناخد الامج التانية نحطها برضو في مش عارف. اه يعني ما عملوش حساب الناس اللي لابسه نظرات ان هي تشتغل ارنولد. طيب اه ناخد دي على بقى. ناخد دي على تمام? تمام? بقيت بالشكلة لو شلنا وهي المقطة اللي مش ظهرة دي. تمام? اللي انا مش شايف هدي اساسا. ناخد دي كده ونحطها هنا. جميل. دي طبعا برضو في عندي هنا رفليكشن عالي فانا برضو عايز اخف شوية. تمام? اتفضلوا الاول. طيب. تمام? نخف شويتين. وكالعادة دي مع دي ازا احنا لو روحنا اخدنا دي كده ودناها هنا. تمام? هنلاقيها بالمنظر. بالمنظر ده كده. ما يغرقش ان دي مقفولة. هي هي كده فيها كويس يعني كده فيها جدا يعني. خلاص? وفي اي وقت انت حابب ان انت ترفع سنة هتقوم رافع بالمنظر ده كده في البيز لير. طب لو احنا خدنا دي وعدناها كده. انتو انتو خدتوا بالكو لان آآ في ناس لما شافت النود ايديته دي قالت بس مع ادى والخامة مش عارف فيها ايه. يا فاش حاجة يا بس الفكرة انك انت يعني بتفصل عينك عن الماتيريال. آآ الاول انا بشتغل الكلور اركز في الكلور. بعد كده بشتغل السترينجز. اركز في السترينجز. بعد كده بشتغل الكلور تاني بتاع لو احتاجت. تمام? بعد كده بشتغل الرفنس. فبركز في كل حاجة. كل حاجة بتبدأ. دايما ما تبصش للصورة كده مرة واحدة لأ. يعني جزاقها. آآ قطع اللي قدامك حاجة في حاجة في حاجة. هتلاقي دي جميشي كويس. نفس القصة لو حد بشتغل مسلا انت لو بسطت للموديل كده كل مرة واحدة هعمل كده مش هشتغل. لكده انا قطعته. بصيت له حتة في حتة في حتة في حتة. تلاقي الدنيا ماشية معك سهلة. لدرجة انك انت ممكن تطلع شيدر معقد قوي. وانت نفسك بعد ما تبص لمنظر للشيدر او نتيجة اللي طلعتها. او انت نفسك تبص لشكل اللي انت كنت مفكر انها معقدة. انت نفسك مش هتصدق ان انت طلعت دي. او هتقول ايه دا? انا عملت دا كله. او انت عملت دا كله. بس الفكرة انت بسط للحاجة حتة حتة. فحاولناك تتفادي انك تبص للحاجة كلها واحدة. لان تأثيرها سلبي جدا بصراحة. تمام? نرجع نسيبنا من حصة علم النفس دي ونرجع للشيدر بتاعنا. طيب. اه نيجي للتالتة. التالتة دي كاتواخد اكار لكوريكشن. بصراحة ربنا انا مش مش فاكر. كاتواخد اكار كوريكشن دي اصلا. تمام? فخلونا ناخد دي ونوديها. لا ناخدها من هنا كده. اه دي كاتواخد اكار كوريكشن لان انا كان فيها حتة تفتحة اوه. ايه بالضبط. صح. كاتت خنقتني اوه دي. تمام. ازا الاخت دي من الكوريكشن ده. تمام? هتنزل على الرام بفلوت. ونروح على وناخد دي نحطها في هو انا افتكر اه اه خمسة اه خمسة وستة. اه مش هيبقى ليهم اي لازمة هنا. تمام? ماشي. فاحنا كده في لير تري. فناخد لير تري نوديها هنا. اه هي دي دي كانت بتاعة الدست. صح? دي كانت بتاعة الدست. جميل. تعارفين معنى كده ايه? معنى كده ان دي هتاخد تمام? لازم يتحمل لها فهناخد كده وناخد دي كده. تمام? علشان ده او المناطق دي او اللي فيها الدست تبقى تمام? وناخد دي تنزل تحت سنة. حال? والبلند مود بتاع اللي دي. اللي هي كتلاير تري. نفس البلند مود هتبقى ملتي بلاي. ناخد دي نطلحها فوق. تمام? ايه دي لير تري. طب احنا لو رحنا لآآ لير تري وزقينا ده لفوق. تمام? واخدنا الاسود. ده سنة. آآ في 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 حاجة. في حاجة. آآ جميل. طيب نبص بصة. نبص بصة. تمام جدا. السيم ده خانقني. سنزبط ان شاء الله. المهم من آآ ليار تري ليار تري هنا كان فيها الكيرف ده. بصوا لو يعني هي لو 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 هنشتغل لو انا هشتغل او انا فعلا هشتغل بنفس طريقة الفير اي احنا انت بتاخد بنفس الكيرف. عشان تفضل محافظ على نفس مستورة تمام في الخامة كلها. جميل? فالمفروض ان انا مفروض ان تاخد هي دي تنفع. آآ طب ماشي. بس افتكر هنا انها تبقى بس معكوسة. انا اعمل ريسيتة احسن. تمام? ماشي. ونعكس التكتشير نفسها. وكنترول كليك. ممكن ناخده. لفوق بما انها معكوسة فهناخده لفوق. تمام? اطاقرا انت دورها مش باين اصلا. النقطة دورها مش باينة. تمام? فناخدها كده عشان مش عايزة تبتحها. او يبقى قوي برجة مستفيدة. بس. نيجي بعد كده للاخيرة اللي هي كان بصمات اصلاف تكري اكت نفس دي كان بتاحها او سكرين. لا دي كانت مالتيبلاي برضو. يبقى انا عامل لها تمام. يبقى ناخد دي ونوديها هنا. على طول كده. دي فوق. ودي تحت. تمام? ونودي دي للاير فور. ونروح هنا نطلع لير فور. ونزود لير فور. الاول بس اشوف دي. ساطل قوي. تمام? وديها تبقى اه و النقطة ناكسهاة.來ينه طيب. جميل بالشكل ده كده ودي تنزل بالشكل ده كده فلو روح مع هنا بالضبط هنلاقيها بالمنظر اللي احنا عايزين كده الدنيا تمام قوي 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 وضبطنا على حسب المناطق كل ده جميل من هنا لما انت عملت ده خلاص انت الدنيا قدامك بقت واضحة هي هتبقى فين هتبقى مش فين طب دي بقى فيها اضافة اه فيها اضافة الجزئية دي فيها اضافة ايه بقى الاضافة تمام والله بفضل ان اعملها في ماتيريال اللي وحدها مع ان يمكن تيجي هنا على بكرة هي ممكن تيجي هنا هو ممكن اعمل ايه انا ممكن اروح كده واحط هاخد وانا اعمل مدايق على نفسي انا كده كده مش بحتاج البداع دي اصلا انا هقل دي كده واخد دي كده ونمشي كده هناخد نود واوديها هنا كنترول اس بس الاول حلو جميل اولا انا هخلي بخمسة لان اه من مصادر على فكرة هي والا اتنين دول هقلله سنة تمام عشان انا مش عايز حاجات تيجي لي في النص هنا فاسحب ده بس قبل 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 موضوع ان انا اسحب آآ الاسبريد انا عايز الاول ارفع الملتيبلاي عشان تبقى لونها ابيض تمام الثريشولد الثريشولد ده هو كل اللي هيعمله انه هو هيقرب الابيض من آآ من ممكن تاخد الريدس شوية ممكن تبتح الريدس شوية زي ما انت حابب حابب انت شار الخامة يبقى فين تمام البايس نسحبه تحت سنة آآ الاسبريد يعني افتكر محلال خريشولد تمام الريديس لو زاد هنلاقيب المنظر ده كده تمام ملتيبلاي كده كده الملتيبلاي ده هنتحكم فيها با 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 بتيكتسر جميل افتكر كده ريديس آآ مناسب جدا والبايس افتكر ده كده تمام الفكرة في الماتريالز بتاعة لا لسه التالي اثنين في المية اثنين في المية كويسة جدا اثنين في المية تمام اثنين في المية تمام اثنين في المية كده كده تمام قوي 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 الفكرة بقى دلوقتي دي كده هتبقى بيرفكت قوي يعني عارفين يعني ايه بيرفكت يعني هتبقى نخلي دي ربعة تمام يعني هتبقى ايه عارفين كأن حد خدشها بالمسطرة انا مش عايزه انا عايز دي يبقى فيها آآ روفنس ما تبقاش ما تبقاش زي ما انت شايفين كده آآ خط آآ خط مستقيم بالمنظر ده تمام ده مش هيبقى شيء كويس تمام افتكر كده الدنيا اضرب بكتير وكده احسن بكتير من الاول طيب ازاي بقى هنكسر دي هنروح هنا وناخد نرميها هنا كده استنى شوانه بيفتح يو اس بي وناخد امج هاي فريكنسي يعني ايه هاي فريكنسي يعني فيها آآ حتة قريبا بعضها بالمنظر ده كده او ممكن حاجة زي دي تنفع اكتر كمان لا بس خلي دي الانديفة مسحاب بيضة هنعمل اوبن هقول له ياس وناخد الامج دي نوديها هنا كده واشوف بس البروجيكشن بتاحها هلاقيه بالشكل ده ما يهمنيش الطايلينج او في دي او ان السيم يبان فانا هنخلي دي مسلا فور باي فور وهاحط آآ عايز تعملها ماشي عايز تعملها آآ آآ اللي هي بالفلوت بالرام بفلوت مفيش مشكلة خالص برضو فانت ممكن هنا بس كلها نعملوا بس ان احنا هنعلي الاكسي بوجر بتاحها سنة تمام مش اكتر مش اكتر من كده هناخد آآ هناخد دي نحطها هنا وناخد التكتشار ده اهي اللي احنا لسه عاملنا حالا هحطها هنا هتعمل بس كده انا حطي دي جوة حلو يبقى انا مش 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 محتاج بها اكتر من اني ااخد كالر كوريكت نود تانية ونزلها انسيرت افتر وفي دي ارفع الاكسي بوجر بتاحها بالشكل ده كده خلي بالك بقى من حاجة ان الاكسي بوجر ده مش مجرد ماسك الاكسي بوجر ده كمان ده ده هنتحكم به في السترينجز كمان بتاعة الاسبيك ده ولما بيعلى الاكسي بوجر قوي اللي بيحصل انك بتلاقي هنا الوان ازرق في بنفسي جيف احمق فده ده ده كله جاي من ان الابيض ده هيبقى عالي تمام فعمتا احنا هناخد دي كده خلاص احنا خلصنا منها رجع بقى الشدر بتاعنا عادي خالص هناخد دول تمام ونسحبهم نسحبهم كده تمام اخليها كده وخلي اخلي دي كده واخلي دي كده واخلي واخلي دي كده تمام هناخد دي بس قبل ما ناخد دي الاول هنعمل آآ ال دابليو في وهناخد دي هنحطها في لير نومبر فايف هنشط لير فايف وهزود الى كده كده الرفليكشن يبقى عالي قوي عند الاجز يعني هحس ان هي عاملة شبه شبه الخربشة شوية تمام فانا لو جيت وضيت دي بقى كده هنلاقيه بالشكل تمام طبعا زي ما قلت زي ما قلت الليار دي الاكسبوجر ده ما يعلاش يعني انا ابتكري ان هو كده كمان عالي ابتكري ان هو لو واحد هتبقى مناسبة لان زي ما انت شفته اتحولت للون ابيض مش ريفليكشن يعني لما احنا لما علنا الاكسبوجر ده قوي اتحولت للون ابيض فانا فعلا عايز ابقى حريص شوية معاه لانه هو لما بيعلى آآ الماتيريا اللي بتلاقيها بدأت تحس انك انت ما بقتش خربشة ميتل لا ده بقت كأنك حاطت جير تمام فهي بالشكل ده يعني آآ جميلة جدا جدا طيب هل هنا انا عندي اي حاجة ده ما عنديش اي حاجة هنا بقى قصتي كلها في الرفنس على فكرة الرفنس لو نزلت هلاب المنظر ده تمام يمكن انا هنا طالما نزلت الرفنس انا ممكن اخلي ده اتنين مسلا جميل فطبعا لسه كمان الرفنس ليها هلومة زي اللي قدامنا دي تمام فكده انا اقدر اقول ان انا خلط طبعا انت لو شفت دي بقى كده كلها تقول اي ده هو انا عامل ده كله اه انت عامل ده كله بس التعامل ده كله عشان انت بس اطلاصح فجزقتها تمام اه كده انا خلصت من خلصت من خلصت من خلصت من هتكلم في المحاضرة اللي جاي على طول على الاسبيكيولر 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 رائع